رواء البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم عن أنس بن مالكين رضي الله عنه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيناء أنا أسير في الجنة أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا حافة النهر ضفتاه قباب اللؤلؤ القباب جمع قبة قبة من اللؤلؤ مجوفة ثم قبة ثم قبة وهكذا طول هذه الضفة وهكذا طول الضفة الأخرى قباب اللؤلؤ مجوفا وعليه قصر من لؤلؤ وزبر جد فقلت يا جبريل ما هذا فقال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك قال صلى الله عليه وسلم فضربت فيه بيدي فإذا طينته المسك الأذفر المسك الشديد الرائحة المسك الأذفر وإذا راد راده اللؤلؤ الراد راد الحصة الصغيرة أراد راد هذا النهر اللؤلؤ أسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا جنته ترجمة نانسي قنقر